في بيان عن وزارة التجارة حفت السلطات الصينية المواطنين على سرعة تخزين ما يحتاجونه من مستلزمات غزائية وخضروات ويخزنون اهو ايه اللي حصل طيب ليه ايه السبب تخيل لما يكون اكبر دولة في العالم من حيث عرض السكان وهي اكبر مصنع للعالم مصنع العالم الصين في نفس التوقيت الاقي وزارة التجارة الصينية طلع قرار او بيان او افادة او تعليمات او توجهات تقول للمواطنين الصينيين بسرعة خزنوا احتياجاتكم ومستلزماتكم الغذائية والخضروات اطاف التلاجة وفي اماكن التخزين بسرعة نقطة ليه ما حدش كان فبنعمل ايه ما حدش عارف طب الشعب الصيني ده كله وجري بسرعة على السوبر ماركتات والمولات والاسواق والغيره يعني ايه 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 الصين يا جماعة عشان نبقى عارفين العالم كله العالم كله بتجارته فيه الغذاء في الحبوب بس حوالي ربعمية مليار كيلو تخيل العالم ده كله الحبوب ده تبقى ل2019 حوالي 400 مليار كيلو حبوب الصين كم منهم كم منهم قولوا كده رقم يعني 400 مليار كيلو دول تجارة العالم في الحبوب بس سلة الحبوب يعني دورة وقمح وشعير 400 مليار كيلو اه تخيل الرقم بس الصين لوحدها تلتين هذا الرقم مش تلت تلتين الصين تستهلك او تستهوز على تلتين ما يتداوله العالم من حبوب من 400 مليار كيلو الصين تلتين تعرض سكانهم ماشي مقبول مقبول لكن البيان اللي صدر عن وزارة التجارة الصينية امس اهو قال لك هقراكو بالنص عشان برضو مبقاشش يعني متزايد حثت السلطات المحلية على استقرار الاسعار وضمان الامدادات من الضروريات اليومية بمن في ذلك الخضار هذا الشتاء والربيع المقبل كما تم تشجيع الاسر الصينية على تخزين كمية معينة من الضروريات اليومية استعدادا لاشهر الشتاء وحالات الطوارئ طبعا هزا الكلام قال لك ان الفيديو ده اتنشر على موقع او تطبيق زي تويتر كده اسمه ويبو ده صيني اتشاف حوالي 150 ولا 150 مليون مشاهدة حاجة زي كده طيب التحليلات بقى بتقول ايه بيقولوا والله اما الجماعة بتوع الصين عندهم علم عندهم خبرية يعني انه فيروس كورونا هيرجعتين مع دخول الشتاء فهم عارفين وعارفين اكتر من اللازم فهم بيقولوا اجراءات احترازية واحتياطية خزنوا اكل او ان الصين عندها علم ان في فيروس جديد هيصيب الناس فمن ثم ابدأوا وخزنوا اما انه فيه بوادر حرب صينية تايوانية خلال الفترة القادمة بعد التحرش اللي حاصل بين قوات صينية وقوات تايوان ثلاث تصريحات او تحليلات بتقول ليه الصين خدت هذا القرار ويوجه الناس انهم يخزنوا سلع وخدمة طيب لما الصين تعمل كده في ظل وجود نقص في الغذاء العالمي